موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير أهلا بكم مشاهدين الفاضلين معنا في حلقة جديدة من برنامج مقاصد العيد عند المسلمين عيدان لا ثلث لهما عيد الفطر وعيد الأضحى وكلاهما يعقب موسما من الطاعات ويعقب أيضا ركنين من أركان الإسلام وهما الصيام والحج وبما أن المسلمين خارجون من شهر الصيام ويستقبلون منحة ربانية بعيد تحفه مشاعر البهجة والسرور فإننا في حلقتنا هذه نحاول أن نتوقف مع معاني العيد ومظاهره ونبحث كذلك في مقاصده ووظيفته الاجتماعية والفرصة التي يوفرها لتوحيد المجتمع المسلم في جو من الألفة نعود إليكم بعد هنيها يسعدنا الترحيب بضيف الحلقة دكتور وصفي عشور أبو زيد أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية أهلا ومرحبا بكم دكتور أياك الله أستاذ جهاد بارك الله فيك وأستاذ المشاهدين في المجمل أي معاني يحملها العيد في التصور الإسلامي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد العيد في اللغة العربية من عادة عادة يعود والعود له معاني كثيرة منها أن يرجع الشيء أو يعود مرة أخرى بمعاني جديدة وبأفراح جديدة وبسرور جديد ومنها أيضا أن يعود الناس بعضهم بعضا في الزيارات الاجتماعية والتهنئة بالعيد إلى آخره ولهذا لما ساء حال المسلمين في وقت ما شاعر العربية الأكبر المتنبي له قصيدة شهيرة عن العيد يقول فيها عيد بأي حال عدت يا عيد بأمر مضى أم بأمر فيه تجديد فده معناه أن العيد يأتي بفرحة جديدة بشيء جديد بسعادة جديدة بأحوال جديدة تختلف عن العام الماضي وهذا يشير إلى أن الإنسان لا ينبغي أن يستوي عامه الماضي بعامه الحالي ولا يومه الماضي بيومه الحالي ولا بيومه في المستقبل لابد أن يكون هناك جديد في حياة المسلم حتى على مستوى العبادة ومستوى الشعائر ومستوى الروح والإيمانيات ينبغي أن يتطلع دائما إلى ما هو أفضل ينبغي أن يترقى في مدارق الإيمان وفي منازل السائرين وأن يراكم العبادات العبادات تتراكم يسبت عبادة ويواظب عليها ثم يسبت عبادة ويواظب عليها مرة أخرى حتى يصير هناك حزمة من العبادات التي تطهر قلبه وتزكي نفسه وتجعله دائما يسير في الطريق إلى الله تبارك وتعالى وكذلك على المستوى الاجتماعي المستوى الاجتماعي ينبغي أن يكون للإنسان فيه جديد كل سنة كل موسم كل مناسبة لابد أن يرتاد آفاقا جديدة وأن يطأ أراضي جديدة تصب في النهاية وتسهم في تمتين العلاقات في تقويت المجتمع في توسيع التعارف وهو مقصود لله سبحانه وتعالى من الخلق لأن خلقناكم من زكر وأنسى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وهذه المواسم مواسم الأعياد هي فرصة لتحقيق هذا المقصود الإلهي من الخلق طبعا سنؤخر الحديث عن المقاصد بعد الفاصل الدكتور لكن الإسلام قصر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم عياد المسلمين في عيدين فقط عيد الفطر وعيد الأضحى لكن اللافت أن كل العيدين يأتيان بعد طاعات فالعيد الفطر يأتي بعد طاعة عامة وهي الصيام الشهر رمضان وعيد الأضحى يأتي بعد طاعة خاصة وهي الحج هو ما دلالت أن يأتي العيد عقب طاعة دلالته أن الفرح في الإسلام أولا كثير من الناس يظن أن الإسلام ليس فيه مرح وليس فيه فرح وليس فيه صرور وربما يوحي بهذا المعنى إلى الناس بعض الملتزمين المتزمتين الذين تتجهم وجوههم وتتقطب جبينهم ويعبسون في وجوه الناس فيظن كثير من الناس أن هذا هو الإسلام الإسلام هو عبارة عن حزن عبارة عن هم عن غم عن تقطيب جبين عن عبوس في وجوه الناس وهذا أبعد ما يكون عن الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما بساما وكان دائما يرحب بالناس وحتى هو قال عليه الصلاة والسلام إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم وإنما يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق الوجه لابد أن يكون مبسوطا لابد أن يكون هناك تبسم ولذلك في الكلام الداري يقول لك النبي تبسم فالإسلام هنا يشرع الفرح ويضع المسلم على حقيقة ما ينبغي أن يكون بسببه هذا الفرح وهو التوفيق لطاعة الله الإنسان يفرح حينما يكون موفقا لطاعة الله حينما يكون محفوفا بفضل الله ومظللا برحمة الله والله سبحانه وتعالى يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح لم تقول الآية الكريمة فليفرح بذلك وإنما قالت فبذلك فليفرح وهو تقديم للجر والمجرور يفيد الحصر فالفرح في الإسلام لا يكون بالتكبر على الناس بحيازة متاع الدنيا وإنما يكون الفرح فقط في الإسلام بفضل الله وبرحمة الله وأي فضل وأية رحمة أكثر من تشريع الصيام أكثر من تشريع الحج نحن نتكلم عن الموسمين الذين يأتي بعدهما العين الصيام انظر إلى فضل الله سبحانه وتعالى وانظر إلى رحمته الفضل شوف الأجور والمسوبات المترتبة على الصيام انظر إلى الفيوضات والبركات والتنزلات والروحانيات التي يسمو بها الإنسان حتى يتشبه بالملائكة الآيات الصيام في القرآن الكريم زيّلت بقول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب لماذا أتت هذه الآية في سياق الصيام لأن الإنسان المسلم في حالة الصيام يقترب من حال الملائكة من وضع الملائكة والملائكة مجاب الدعاء عند الله سبحانه وتعالى يسبحون الليلة والنهار لا يفترون هم بين مسبح وما بين راكع وساجد وذكر الله سبحانه وتعالى ولذلك الله تعالى يجيب دعاء الملائكة أما وقد تشبه هذا العبد المخلوق الإنسان البني آدم بحال الملائكة في الجانب الروحي والجانب النفسي والسماوي فلا ضير ولا غر أن يصبح مجاب الدعوة وهذا منصوص عليه في السنة النبوية لأن الصائم دعوته مستجابة وله فرحة عند فطره وعند لقاء ربه للصائم فرحتان يفرحهما فرحة عند فطره فإذا أفطر فرحة بصومه وإذا لقي الله سبحانه وتعالى فإذا أفطر فرحة بفطره وإذا لقي الله فرحة بصومه فهنا نحن وحتى في التشريع أو استزجهاد التشريع الصيام عظيم جدا أولا لم يكن هناك صيام مثل رمضان قبل الإسلام جاء الصيام وتدرج في فرضية الصيام بشكل يجعل المسلم محبا للعبادة حينما يجعله على الخيار في البداية وعلى الذين يطيقونه فديات طعام مسكي ثم بعد ذلك فمن شهد منكم الشهر فليصم ثم بعد ذلك مسألة النساء التي كانت محرمة وأباحها الله تعالى في ليالي رمضان الزوجة يعني واللقاء بها فتشعر ثم أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ثم يحببنا بأن هذا الشهر هو الذي أنزل فيه القرآن هذا القرآن الذي صير هذه الأمة أمة أمة كبيرة ذات شأن بعدما كانوا رعاة غنم صاروا قادة أمم بفضل هذا القرآن وهذا القرآن أنزل في شهر رمضان بل إن الكتب السماوية كلها أنزلت في شهر رمضان المعظم فهذه منة يمتن الله بها علينا فما واجبنا نحن نحو هذه المنة نمتسل ونصوم فمن شهد منكم الشهر فليصم ويبقى باب الرخصة مفتوحا ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر لماذا؟ لشيء بسيط جدا وهو أن الله تعالى خلق هذا الخلق وأنزل هذا الشرع لكي يسر على الناس لكي يسعد الناس لكي لا يعنت الناس لكي لا يقهر الناس ويحملهم حملا على الامتسال والتمثل للأحكام الشرعية التكليفية يريد الله بكم اليسر التيسير في الإسلام إرادة إلهية مش مجرد منهك في الفتوى ولا في الاكتهاد ولا في النظر في النصوص الشرعية التيسير هو إرادة إلهي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لماذا؟ ولتكمل العدة لأن الإنسان إذا فته شيء في رمضان وفتح الله له المجال لكي يستدركه بعد رمضان فالمقصود أن الله تعالى يريد أن نكمل عدة شهر رمضان صياما ولتكبر الله هذا التشريع الإسلامي للصيام يستحق التكبير أن نعظم الله وأن نكبر الله ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون كنت سأسألك عن هذا يعني الحكمة أن المسلمين يعني يستقبلون العيد اللحظات الأولى بعد الصيام العيد بالتكبير والتهليل صحيح يعني ما المعنى من هذا؟ ما الذي يبغي أن يفهمه المسلم؟ طبعا يفهم المسلم من هذا أن الله تعالى يستحق التكبير والتعظيم والإجلال والتسبيح والتهليل ليل نهار على أن هدانا لهذا الإسلام وأن شرع لنا هذا الشرع بهذه الطريقة وبهذه الكيفية المتدرجة المحفوفة باللطف الإلهي وبالعناية الإلهية وبرعاية طبيعة هذه النفس الإنسانية لأن الذي خلقها هو الذي يشرع لها نحن بشيء نبدأ من حاجة مهمة جديد من الذي يشرع؟ الذي يشرع هو الذي خلق وهو الله سبحانه وتعالى أنت حينما تريد أن تربي ولدك على شيء معين ولله المثل الأعلى أنت تعلم هذا الولد تعلم طبيعته تعلم أخلاقه تعلم مدى إطاقته للتكلفات التي ستكلفه بها لتربيه على معاني معينة وبالتالي لا تكلفه بما لا يطيق حتى يستطيع أن يتجاوب معك وأن يمتسل أوامرك وأن تترقى به إلى حيث ترسم له فالله تعالى رسم لنا طريق الجنة وطريق النار وأنزل لهذا تشريعات ولهذا طرقا وأمورا أخرى فالله تعالى بهذه الطريقة التي يسر بها على الناس ويمرحل بها الصيام ويتدرج في تشريعه للناس ويوسع عليهم ويبين وجوه اليسر والتيسير عليهم في تشريعاته الذي لا يستطيع أن يصوم الآن لعزر شرعي يستطيع أن يصوم بعد ذلك ويستدرك والسنة كلها مفتوحة للصيام وبعد ذلك إذا حدث تقصير أو مشكلة أو شيء يجرح الصيام فهناك الستة أيام البيض ستة أيام من شوال هذه الأيام التي تجبر ما وقع في شهر رمضان من قصور ألا يستحق الله تعالى التكبير على هذا التشريع العظيم ولتكبروا الله على ما هداكم ولهذا في القرآن الكريم يقول وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله دول أهل الجنة في الجنة يقولون هذا الحمد لله الذي هدانا لهذا يعني لهذا الطريق لاتباع هذا الشرع الحنيف الشريف الإنسان لما يسق في إنسان يسلم زمامه إليه يتبعه في كل نصائحه يستشيره في كل أموره فما بلك بالله الذي خلق ألا يعلم من خلق؟ وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى الله الذي خلق هذا الإنسان شرع له هذا الشرع وأنزل له هذه الكتب والتشريعات والأحكام التكليفية بمنتهى اللطف الإلهي بفائق التيسير واليسر والإتاحة للناس وما كان فيه صعوبة وما شق عليهم دفعه عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار والله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم قبل قليل دكتور وصفي ربط العبادة بالعيد بمعنى أن العيد جاء بعد العبادة وأن العيد هذا فضل من الله للذين يعني عبدوه كذا هل أفهم من كلامك أن هناك البهجة التي تتنزل من السماء على المسلمين في هذا اليوم في هذه الأيام أيام العيد الفطر مثلا هل هي تختلف هذه البهجة باختلاف درجة الطاعة الإنسان بمعنى أن الذين صاموا أفضل من الذين صاموا شعورا بالبهجة والذين صاموا وقاموا إيمانا واحتسابا أفضل من الذين صاموا بلا أن يكون الأمر إيمانا واحتسابا لا شك في هذا الإنسان تكون فرحته يوم العيد على قدر ما بذل وأنفق من جهد ومن وقت ومن صحة وعافية بعكس الذي يصلي للفرائض ويكتفي بهذا فقط أو يصوم في ناس تصوم ولا تصلي إلا أيام الجمع فقط في رمضان أيضاً احنا لم نتكلم عن الموسم الآخر عيد الأطحى وإن كان للوقت سابق لأواني يعني العيد أيضاً عيد العيد الأطحى يأتي بعد طاعة ضخمة وفريضة عظيمة من فرائد الدين هي ركن عظيم من أركان الإسلام هذا الركن الذي يحشد الأمة كلها في مكان واحد فيتحد الزمان والمكان والإنسان والشعائر والمشاعر والهتاف لبيك اللهم لبيك كل هذا يستحق الفرحة الذي قضى هذه الشعيرة العظيمة يستحق أن يفرح يستحق أن يكبر الله أن يهلل أن يحمد الله سبحانه وتعالى على ما آتاه من فضله فالفرح في الإسلام الفرح الحقيقي في الإسلام هو الفرح بطاعة الله هو الفرح برحمة الله ولذلك كل يوم نطيع الله فيه ينبغي أن يكون عيداً كل يوم نبتعد عن معصية الله ونعمل على مراض الله وتحت إرادة الله وفي دوائر مراضيه وبعيداً عن دوائر مصاخته سبحانه وتعالى ينبغي أن يفرح المؤمن وأن يملأ قلبه فرحاً بهذه الطاعة وبهذا التوفيق وأن يحمد الله سبحانه وتعالى على أن وفقه لذلك ويدعو الله تعالى ويطلب منه المزيد من فضله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ماذا سيجمعون؟ سيجمعون من حطام الدنيا ما يجمعون لكن الفرح بفضل الله وبرحمة الله وبتوفيق الله وبعون الله على الطاعة وعلى أن يصف الإنسان قدميه متعبداً ومتبتلاً سواء في محراب العبادة أو في محراب خدمة الخلق والحياة العامة والقيام على مصالح الناس صف القدم ليس معناه الصف في المسجد فقط وإنما الصف في ساحات العمل الاجتماعي في ساحات خدمة الناس في القيام على مصالح الناس في خدمة الخلق كل الخلق مدام لا يحاربون الله ولا رسوله ولا هذه الأمة المسلمة فهذا هو الفرح الحقيقي الذي ينبغي أن يستقر في قلب المؤمن ربما دكتور أفهم من كلامك أن المؤمن بعد صيام الشهر رمضان يشعر بحجم البهجة من صامه وقامه إيماناً واحتساباً لو يشعر من قامه وصامه أقل إيماناً واحتساباً لو يشعر بحجم البهجة ربما صافح الناس الملائكة وتسابقوا في ذلك سباقاً عظيماً صحيح هنا يشعر بعض المسلمين دكتور بأن شهر رمضان كان نوعاً من يفرض عليهم نوع من القيود فهم بالتالي لا يستطيعون أن يفعلوا كثيراً من المباحات يأتي العيد فيقوم الناس بطريقة يحتفلون بطرق ربما لا تناسب الشريعة كيف يتميز العيد في الإسلام مراسمه وشعائره بحيث يتميز عن باقي الأعياد عند الأمم والأديان والشرائع الأخرى طبعاً شوف يا أستاذ جهاد يعني لا يوجد شيء في الدنيا على وجه هذه الأرض يسمى حرية مطلقة والإنسان لا يتحرر حرية حقيقية إلا في إطار توحيد الله تعالى واتباع شرعه الإنسان الذي ليس له إله أو الذي لا يؤمن بإله أصلاً هذا سيكون عبداً لمراجع كثيرة جداً سيكون عبداً لشهواته عبداً لمطامعه عبداً لمن يؤمل عن عنده خيراً عبداً لمن يريد أن يتقي شره ستتشتت نفسه وتتفرع اهتماماته وولاءاته أما حينما يوحد العبد إلهاً واحداً رباً واحداً فعندئذن سيزوق طعم الحرية الحرية ما هي الحرية؟ الحرية هي أن يتخلص الإنسان من كل القيود سوى قيود إله واحد فقط ولذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم اللي هي الآية بتاع شركاء متشاكسون ضرب الله مثلاً ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما توجهه لا يأتي به هل يستوي هو من يأمر المعروف هو على صراط المستقيم الآية الأخرى التي تقول يعني تقول يعني الذي يعبد إلهاً واحداً حتى سيدني يوسف عليه السلام في السجن يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار هي للآلهة التي يجري الناس وراءها هناك عبيد للسلطة هناك عبيد للمال هناك عبيد للأصحاب المناصب والمديرين في الأعمال والشركات والمؤسسات لكن الإنسان المسلم الصادق حينما يحرر نفسه من هذا كله ويعبد نفسه لإله واحد لرب واحد عندئذ يشعر بطعم الحرية الحقيقية التي لا يتزوقها ولا يعرفها إلا من يسعى ويمشي في هذا الطريق فالإنسان المسلم حينما يعني ينضبط بضوابط الشرع يحرم نفسه كما أمر الله الله تعالى لا يحرمنا من شيء تعذيبا لنا يعني هو لماذا أمرنا بالصيام بالامتناء عن الطعام والشراب والشهوات في النهار هذا فيه مصلحة لكل بدن الإنسان أولا الأطباء معروف حديث الأطباء عن الفوائد الصحية للصيام احنا أولا نصوم امتسالا لأمر الله لكننا نريد أن نبرز الفوائد الفوائد الصحية لا حصر لها في الصيام أولا المعدة ترتاح في شهر رمضان الخلايا الجسم تجدد الدماء تجدد البدن يشعر بأن شريطة أن لا يعوض ذلك عند الإفطار طبعا من العادات الخطأ يعني الإنسان في العبادات في رمضان هناك تكسيف للعبادة هناك اهتمام زائد بالقرآن هناك صلاة ترويح هناك صلاة تهجد هناك اعتكاف والعشر الأواخر من رمضان قرص مكسف في العبادات يعني أيا ما كان صدأ على قلب الإنسان فسوف يزول حتما بهذه العبادات المتتابعة والمكسفة في شهر رمضان حينما يفطر الإنسان يشعر أو حتى قبل الإفطار حتى عندما يقترب نهاية الشهر يشعر المسلم أن هناك شيء عزيز سوف يفتقده هناك ضيف سوف يرحل وهو يحبه هناك ألم ولذلك كثرت القصائد والأشعار والمقولات في ودع شهر رمضان وحينما يأتي العيد يشعر الإنسان بأنه يريد أن يأخذ استجماما حتى يستأنف عبادة أخرى والتشريعات الإسلامية سبحان الله تجد أن ربنا سبحانه وتعالى جعل الإنسان المسلم متلبسا دائما بالعباد يعني إذا انتهى رمضان هناك الستة من شوال هناك السلسة أيام من كل شهر هناك صيام يوم وأفطر يوم هناك الفرائض نوافل معها مباشرة فالإنسان هنا الشرع الشريف لا يتركه والله تعالى يقول فإذا فرغت فانصب إذا فرغت مش هتوعد ساكت لابد أن تنصب وتتعب وتدخل وتتلبس بعبادة أخرى وإلى ربك فرغب هذا هو المعيار لقبولي لقبولي الأعمال يعني العيد هو شعيرة العيد طبعا شعيرة أبدا العيد شعيرة والفرح فيها واجب يعني مهما كانت المأسر ومهما كانت المشكلات لكن عفوا دكتور قبل أن أذهب إلى الفاصل لأن الوقت يمضي مسرعا لو أجملت لنا جملة الأخطاء التي يقع فيها المسلمون والتي ينبغي للمسلم الخارج من عبادة متأملا أن يقبل الله سبحانه وتعالى الصيامه وقيامه ما جملة الأخطاء التي ينبغي للمسلم أن يتجنبها يعني أولا في يوم العيد نحن قلنا أيام العيد هي فرح أيام فرح والإمام ابن حجر العسقلاني يقول إن إظهار السرور والفرح في الأعياد من شعائر الإسلام ده الإمام ابن حجر العسقلاني في كتاب فتح الباري هناك المسلمون بعض المسلمين يقلبون هذا الفرح إلى غم وهم فيزورون المقابر في يوم العيد وفي أثناء صلاة العيد يذهب النساء إلى المقابر لكي يندبون ويلطمون ويشقون الجيوب ويلطمون الخدود ويدعون بدعوة الجاهلية ويقلبون هذا إلى غم وإلى هم وإلى نكد يرجع الناس من صلاة العيد فلا يجدون النساء الإبن لا يجد أمه والزوج لا يجد زوجته والأخ لا يجد أخته أين في المقابر عند من توفي يندبون عليه حتى لا يتركوه في العيد وحده في المقابر يا جماعة هذا يوم فرح ينبغي أن يفرح الناس فيه ماذا لو أجلت زيارة المقابر إلى ما بعد العيد لكن بضوابط الشريعة ليس بهذه الطريقة وحتى لو بضوابط الشريعة أفرح حتى في خارج أوقات العيد يعني الزيارة لا ينبغي أن تكون نوحا وبكا طبعا بالتأكيد من ضمن الأخطاء أيضا أن الإنسان ينفلت انفلاتا يعني مطلقا في الطعام والشراب وهذه الأمور ده أصلا من ناحية الصحية خطأ إنسان خارج من صيام لابد أن يبدأ أيضا بالتدرج حتى لا يفقد الأثر الموجود للصيام ولا يقع في مشكلات صحية يرعى في ذلك السنة النبوية المطهرة صحيح النبي صلى الله عليه وسلم كم يكون يكثر من الطعام حتى في العيد بعد ذلك يدرب معيدته بشكل عام فإن كان فعلا لا محالة فسلس لطعامه وسلس لشرابه وسلس لنفسه أيضا من ضمن الأخطاء أن يترك الناس المساجد وأن يترك الناس القرآن الكريم وأن يترك الناس ما كانوا عليه يا أخي ربنا جعل لك هذا الشهر العظيم لتأخذ منه زادا لما بعده حتى يبلغك لرمضان القادم وليس مجرد أن تؤدي وظيفة كالموظف الذي يذهب إلى العمل ويوقع ويجلس على المكتب بتاعه ويؤدي عملا وظيفيا روتينيا بلا روح بلا إتقان بلا جودة بلا استمرار بلا تجويد إلى آخره هي ذخيرة يعني طبعا زخيرة هي مواسم وهذه المواسم ينبغي أن نتزود منها والله تعالى قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أولي الألباب فإذا لم يتزود الإنسان من هذه المواسم لتعصمه من الانحراف وتحجزه عن الوقوع في الخطأ ويحمل منها زادا يضيء له طريقه للموسم القادم فما فائدة هذه المواسم الخيرية والمواسم كثيرة جدا في الإسلام رمضان العشر الأواء من زلحجة عدد كبير جدا من المواسم في السنة كلها وربما طريقة احتفاء المسلمين بالعيد تعبر عن الطريقة التي صاموا بها رمضان لله سبحانه وتعالى نتحدث عن مقاصد العيد بعد وقفتين قصيرة ترجمة نانسي قنقر طبطم وطابت أوقاتكم ما زلنا سويا في الحديث عن العيد ومقاصده في الإسلام وحديثنا في هذه الحلقة دائما مع الدكتور وصفي عشور أبو زيد أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية أجدد الترحيب بكم دكتور دكتور لماذا شرع العيد في الإسلام الحب ذا لو تحدثنا عن مقاصد العيد في الشريعة الإسلامية طبعا كل الأمم والشرائع والحضارات عندها أعياد لكن نريد مقاصد ربما لا يوجد عيد في أمة من الأمم يحوي على مقاصد كما هي الحال في الإسلام صحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الله سبحانه وتعالى أبدلنا بأعياد الجاهلية أو بيوم عيد الجاهلية عيدين هما الفطر والأطحى وسمح النبي عليه الصلاة والسلام للناس أن تلهوا وأن تلعب وأن تفرح والسيدة عائشة كانت ترى ذلك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيحة البخاري ومسلم والعيد بشكل عام في الإسلام يمكن أن نقسم مقاصده إلى مقصدين رئيسين كبيرين الحزمتين الحزمة الأولى مقاصد إيمانية والحزمة الثانية مقاصد اجتماعية وتحت كل هذين المقصدين الكبيرين مقاصد شتى ومتفرعة من المقاصد الإيمانية كما قلنا قبل قليل أن يحمل الإنسان زادا من شهر رمضان يبلغه الشهور الأخرى وأن يفرح في العيد الفرح ده مقصود للشارع في العيد الفرح الإنسان يمر في حياته بأزمات بمشكلات بابتلاءات باضطهادات بعرقلات بمشكلات بمعطلات بمرض بتضييق بأمور نفسية فشرع الله تعالى هذا العيد ترويحا للإنسان أن يشعر بالفرح الحقيقي أن يشعر بفضل الله أن يفرح برحمة الله سبحانه وتعالى أن يحمد الله أن وفقه التكبير والتهليل في أيام العيد هذا مقصود للشارع في كل العبادات وأقم الصلاة لذكر الحج كله تلبية وكله ذكر وكله تكبير الصيام في بعض الصيام في الأعياد وحتى في عيد الأطحى برضو الذكر التكبير في الصلوات بعد الصلوات يمشي الناس إلى صلاة العيد ويخرجون منها وهم يكبرون الخطب على المنبر يكبر في سنة خطبة العيد وهكذا فالتكبير هذا أيضا مقصود العيد أيضا يشعر الإنسان فيه بأنه عبد ويشعر بمعنى العبودية ويشعر أيضا بمعنى الربوبية هذا الرب العظيم الذي وفقه لهذا وجعل له بعد التقييد انفراجه وفرحا وبعد الحرمان من الطعام والشرب والشهوات بقال لك أيام العيد أيام أكل وشرب لكن باعتدال فتفرح وتسعد وتشكر الله سبحانه وتعالى ولهذا الله تعالى يقول ولتكبروا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الشكر أيضا من مقاصد الصيام ومن مقاصد إكمال العدة العيد تقصد العيد نعم ما هو العيد نحن نكمل العدة ثم يكون العيد حتى الناس اللي بتصوم ست أيام بعد رمضان ستة أيام من شوال بيجي في اليوم السابع ويشعر أن هناك عيدا صغيرا بعد ستة أيام بعد العيد اللي أضاه بعد رمضان يشعر أن بعد ستة أيام هناك فرح جديد وهناك سرور متجدد غير وإن كان على مستوه الشخصي لكن العيد الجامع اللي هو بعد رمضان أو بعد الحج هذا يجمع المسلمين بشكل نعم فهناك مقاصد إيمانية متعددة يصبها العيد في نفس المسلم بحيث تعزز إيمانه وترسخ عقيدته وتجدد نفسيته وحالته النفسية على مستوه الشخصي دكتور تحدثت كثيرا ويعني أسهبت في موضوع الفرح في العيد وهذا حق لكن الحقيقة الآن المسلمون يعيشون وضعا داميا يعني بين قريب ملك أمرهم وبين بعيد يتجهامهم وبين نظام مستبد وعدو آخر من خارج الحدود صح فلا تكاد توجد عائلة في بلدان الانتفاضة العربية إلا وفيها قتيل أو معتقل أو مختفن يعني ثمت من يقول يعني كيف لي أن أفرح وأنا شقيقي في المعتقل يخضع للتعذيب أو ابن مختفن أو ولدي مشلول أو معاقل إلى آخره بسبب هذه الحرب ماذا يمكن أن يقال في هذا؟ هذا سيجاب عنه بالحزمة الثانية من حزب مقاصد العيد وهي المقاصد الاجتماعية الله سبحانه وتعالى فرض زكاة الفطر لكي يفرح الناس ولكي لا يسأل الناس بعضهم بعضا ولكي لا يسأل الفقراء الأغنياء وأمر الله تعالى بإغناء الفقراء في هذا اليوم حتى أن الفقير الذي توفر الذي يقوت يوم وليلة عليه أن يخرج زكاة الفطر حتى يتعود على الإعطاء وأن تكون يده هي العليا ولو مر واحدة في السنة وهذا يشير إلى معنى العزة في نفس المسلم وأن لا يظل دائما باسطا يده إلى الناس هل أعطوه أو منعوه؟ أيضا الزيارة والعيادة للناس وتهنئة الناس والتبس في وجوه الناس ثم إن هذا الذي سيحزن من أجل أن أخاه معتقل أو إن عنده مرض أو إن ابنه عنده مشكلة هل الحزن هو الذي سيحل هذه المشاكل؟ لن يحل الحزن شيئا إنما سيزيد الأمور تعقيدا نحن ينبغي أن نستقبل قدر الله وقضاءه بصدور منشريحة بنفوس مطمئنة لماذا جعل الإسلام القدر أحد أصول الإيمان في الإسلام الإيمان بالله وما يأجب كتبه والقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى فجعل الله تعالى ذلك لأنه بالفعل الإنسان حينما يدرك حكمة الله تعالى من المقادير التي يغريها على الناس سيشعر ويوقن أن قدر الله كله خير وإرادة الله هي التي فيها السعادة للناس وتأملوا أيها المشاهدون الكرام تأملوا كلمة يريد الله في القرآن الكريم والله يريد يريد الله والله يريد انظروا إلى ما بعد هذه الكلمة في القرآن تجدون كل الخير وكل الفرح وكل التيسير وكل الرحمة وكل التوبة والله يريد أن يتوب عليكم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وتريدون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته فالإنسان مهما تقلب في هذه الحياة بين صحة ومرض بين قوة وضعف بين فقر وغنى بين ضيق وسع بين زلة وعزة فهو هو في كنف الله هو بين يدي الله يصرفه كيف يشاء وهو في هذه الرحلة وفي هذه الأحوال المتبينة والمختلفة يوقن بأن هذا قدر الله وقدر الله دائما هو الخير ولا بد أن هناك حكمة لله تعالى تكم وراء هذا والإنسان حينما يمر به الزمن ويتجاوز أحداثا معينة كان وقتها نادما وكان حزينا أن الله تعالى وضعه في هذا الموقف حينما تتكشف له الأمور في مستقبل قريب أو ينظر إلى الخلف وإلى ما خلفه من أحداث ومر به من أمور يشعر أن هذا هو الذي كان خيرا في ذلك الوقت وأن الله تعالى لوجهه توجيها آخر أو لاختاره وخيارا آخر لكان فيه الشر كل الشر والفساد كل الفساد فالإنسان دائما يستقبل قدر الله تعالى بنفس الراضية بصدر منشرح بعقل مفتوح بتسليم أمره لله سبحانه وتعالى لأن هذا من أعظم مصادر الصحة النفسية في الحياة النهاردة علماء الصحة النفسية الآن كثير منهم يلجأ إلى ركن الإيمان وركن الاطمئنان إلى قدر الله لأن هذا هو الذي يسكن نفس المسلم هو الذي يشرح صدر المؤمن هو الذي يفتح عقل المؤمن إلى التأمل في مقادير الله وتصرفاته في الخلق الإنسان إذا لم يرى رحمة الله في تصرفاته ويرى حكمته هنا ويرى عقابه وقهره في ناحية أخرى فكيف سيعيش في هذه الحياة إذا الإنسان لم يتأمل تجليات الأسماء الحسنة في الحياة وفي الأحياء فلن يستطيع أن يحيى ولن يستطيع أن يسعد ولا أن تطمئن نفسه ولا أن ينشرح صدره وإنما سيكون قلقا مضطربا خائفا مزعورا مرهبا حياته نكد وعيشه غم وهم وكد ونصب وتعب ولذلك الله تعالى يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة وهزف الدنيا في القيامة ونحشره يوم القيامة أعمى لماذا؟ لأنه أعرض عن ذكر الله أعرض عن أن يكون في كنف الله أن يسلم قياده وزمامه لله يتصرف فيه كيف يشاء ويا أخي نحن عبيد لله ولماذا سمي العبد عبدا؟ لكي يسلم نفسه لمعبوده العبد اللي هو الإنسان العبد حينما يشترى لا يمكن أن يخالف سيده يمشي مع سيده يأمره سيده فلا يناقشه يسلم زمامه له نحن هكذا ولله المسأل الأعلى نريد أن نسلم زمامنا لله لماذا لا نفرح؟ ما المنع أن نفرح؟ عندك أخ معتقل؟ عندك زوجة لا تدري أين هي الآن؟ عندك أب أو أمة ماتت أو مات شهيدا؟ يا أخي الأنبياء ماتوا العظماء ماتوا العيد منحة ربانية للفرحة لا ينبغي أن ترفض بالضبط إحنا نبغي أن نستثمر هذه الفرصة الربانية ونظر الفرح الإمام بن حجر كما قلنا قال إظهار السرور والفرح من شعائر الدين في هذه الأيام من الشعائر أنت حينما تفرح في العيد فإنما تقوم بشعيرة من الشعائر الإسلامي طبعا وهذا يقودنا إلى ملمح آخر في مسألة العيد إلى أي مدى هذا العيد وهذه المنحة الربانية تساعد المسلم على انضباطه العاطفي في هذه الأيام العصيبة وتزوده بروح من التفاؤل ضرورية وهذا يقودنا إلى الحديث عن الوظيفة المجتمعية للعيد بالضبط يعني شوف حتى أستاذ جهاد يعني فاتني أن أذكر القيمة الجمالية في العيد وهذه القيمة الجمالية لها نعكاس على المجتمع حينما أمرك الإسلام بأن هناك غسلا يوم العيد وأنك تلبس أحسن السياب وتضع أطيب العطر وتخرج بهذه الهيئة الجميلة والرائحة الطيبة والوجه المبسوط والبسمة المرسومة على الوجه هذا يحدث ألفة بين الناس ويحدث يعني قبولا أنا حينما أجدك في هذا المنظر البهي والبسمة المرسومة على الوجه والرائحة الطيبة التي وضعتها على سيابك وعلى بدني لا شك أنني سأنجذب إليك سيكون لي رغبة في أن أقترب منك وأن أسلم عليك وأن أصافحك وأن أحدثك وأن أهنئك وهذا يحدث تلاقيا وده كل شعائر الإسلام وكل تشريعات الإسلام تصب في هذا الجانب الإسلام يريد لماذا شرعت صلاة الجماعة لماذا شرعت صلاة الترويح سيدنا عمر جمع الناس عليها وقال نعمة البدعة هذه لماذا شرع الله الحج الشعير الكبرى بأى التي تجمع كل المسلمين من كل حذب وصوب الإسلام يريد أن ينشئ مجتمعا متعارفا متعارفا مجتمعا قويا متينا متماسكا والعيد يحقق هذا العيد هو من التدابير الشرعية والتشريعات الإسلامية التي تحقق تعارف الناس عيادة الناس المزاورة بين الناس والزيارات التهدئة التبسم في وجوه الناس مصفحة الناس كل هذا ولذلك يشرع بعد انتهاء من الخطبة في صلاة العيد أن يصافح الناس بعضهم بعضا أن يهني الناس بعضهم بعضا أن ينصرف الناس إلى أهليهم وزوي أرحامهم أن يهنيوهم وأن يتواصلوا معهم وأن يتصلوا بهم حتى الناس اللي في آخر الكرة الأرضية بالنسبة لك بتتصل بهم والآن الحمد لله وسائل التواصل أتاحت كل هذا ولم تترك عقبة ولا عزرا لمعتزر فالعيد في الحقيقة هذه الأعياد ينبغي أن نستثمرها في إسعاد أنفسنا في إسعاد غيرنا في تمتين الأواصر في وصل ما كان منقطعا في إزالة الشوائب في العلاقات وإزالة سوء الفهم بين الناس إلى آخره لو أذنت لي دكتور وصفي تعقبا على هذه القضية تشعر أن المسلم في العيد عندما في قضية ميزة العطاء عندما يعطي المسلم في العيد يتميز بالجود يتميز بالسخاء وينفق على من حوله فيصبح العيد عنده في البهجة والسرور ربما يكون مضاعفا أحسنت أحسنت وهذا يجعلنا نستدعي كلمة للأستاذ سيد قضب عليه رحمة الله يتحدث عن أن العطاء هو أخذ في التصور الإسلام العطاء هو أخذ يقول حينما أعطي أحدا لا يعني أنني أتفضل عليه أو أتكبر عليه أو كذا وإنما أنا أفرح بقدر ما أعطي لماذا؟ قال لأن فرحتي بما أعطيت لم تكن أقل من فرحة الذين أخذوا يعني هو يشعر بالسعادة بقدر ما يشعر الآخذ بالسعادة نفسها إن لم يكن أكثر الإنسان طبعا حينما يعطي وحينما يشعر بأنه أدخل السرور على الناس وأنه فرج كربة من كربات الناس ويرى الابتسامة على وجوه الأطفال ووجوه الناس هذا كله يعود بالسعادة على نفسه وده أيضا من ضمن الشعار التي شرعت في أيام العيد صدقة الفطر التي تخرج قبل صلاة العيد حتى يفرح الناس وحتى يقفى الناس ولا يسأل الناس بعضهم بعضا فالشعار الإسلامي حينما نتأملها من زاوية نفسية من زاوية اقتصادية من زاوية جمالية من زاوية السعادة والفرح والسرور وإدخال يعني أي شرع أعظم من هذا يراعي في شعيرة واحدة يراعي الحالة النفسية يراعي الحالة البدنية يراعي الفرح والسرور يراعي الأبعاد الاجتماعية يراعي الأبعاد الإيمانية إنه يعني الله تعالى قال ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم نعم مشاهدين كرام فاصل أخير قبل العودة لاستكمالي هذا الحديث ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم دكتور في هذا المحور الأخير حقيقة هو أمر لافت أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجتمع المسلمون من كل الشرائح والطبقات في المسجد أو في مصلى العيد لأداء صلاة العيد حتى النساء الحيض اللواتيهن يمنعن في الأحوال العادية من الذهاب إلى المسجد أمر بذهابهن إلى المسجد يعني ماذا يمكن أن يقرأ في هذا الأمر؟ والله يا أخي هذا أمر عظيم جدا ويقف الإنسان أمامه لكي يحمد الله ويشكره ويكبره بالفعل كما قالت الآيات القرآنية ولتكملوا لعدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون نحن نشكر الله تعالى من كل قلوبنا أن هدانا لهذا الإسلام ولا توجد نعمة أعظم من نعمة هذا الإسلام بما أن العيد شعاره الفرح والسرور برحمة الله وبفضله فإن الإسلام يعني يريد أن يحشد كل المجتمع ليشهد هذه الفرحة والفرحة هي بطاعة الله كما قلنا حينما المرأة الحائض ممنوع عليها أن تصلي وممنوع عليها أن تصوم وحتى في كثير من آراء الفقهاء كثير من الفقهاء يرون أنها لا تدخل المسجد أصلا لكن في هذه المناسبة لم يرد الإسلام أن يحرم شريحة معينة من النساء اللي هم الحيض أن ينعزلنا عن المجتمع وهو يشاهد هذه الفرحة شيء عظيم جدا الإسلام يريد أن تعم الفرحة يا من تبتأسون من أجل المصائب التي أصابتكم وتقلبون مواسم الفرح إلى أوقات غم وهم ونكد عقلوا هذه المعاني وتأملوا هذه التشريعات حشد الإسلام كل المجتمع لكي يشهد هذه الفرحة لكي يكتمع الناس لكي يتعارف الناس يتلاقى الناس ممكن في عام كامل لا أرى إنسانا وأنا معه في قرية واحدة إلا في يوم العيد والإنسان قد يكسل عن بعض الصلوات في المسجد أداء جماعة لكن لا يكسل عن العيد وهو سنة لماذا؟ العيد ليس لا يقبل عليه الناس لمجرد أنه سنة والناس يقبلون على العيد بالفعل أن بعض الناس يصلي صلاة العيد ولا يصلي صلاة الجماعة في المسجد لماذا؟ لأن العيد بالفعل معانيها عظيمة جدا ليس هو مجرد سنة تؤدى وخلاص صلاة العيد شعيرة من الشعائر يكتمع فيها الناس يتلقى فيها المسلمون يسمعون الخطيب يعيزهم موعظة يسلم بعضهم على بعض يلاقي بعضهم بعضا وفي ناس حتى تكون في سفر وتأتي في العيد لتشهد صلاة العيد وتعيد مع أهليها ومع أرحامها أشعر أن ربما قبل كل ذلك الناس تذهب إلى صلاة العيد ربما بحثا عن البهجة التي لا يجدونها في وقت صحيح ما هو العيد؟ نحن قلنا أن العيد شعيرة من شعائر الفرحة في الإسلام ويتجلى فيها الله تعالى بشيء أي؟ بفضله وبرحمته كما قالت الآية إذا لم يفرح الإنسان بفضل الله وبرحمة الله فبأي شيء يفرح يهو الله تعالى تفضل علينا بهذا وهذا يستوجب الفرحة الله تعالى يعني رحمنا بهذه الشعائر وبهذه الشرائع فهذا يستحق الشكر وهذا يستحق الحمد ويستحق استثمار هذه الفرصة لإشاعة البهجة ولذلك من وسع على أهله وعلى أولاده في هذه المواسم يوسع الله سبحانه وتعالى عليه كما ورد في يوم عشراء من وسع على أهل في يوم عشراء وسع الله عليه باقي السنة وليس هذا خاصا بيعشراء فقط عشراء صحيح كانت نعمة نجى الله فيها موسى من فرعون وصامه النبي عليه الصلاة والسلام لأجل ذلك وقال نحن أحق بموسى منهم وكان هذا يوم فرح للنجاة نجاة أهل الإيمان من أهل الكفر والطغيان وكل يوم فرح ينبغي أن نوسع فيه الفرحة نحن نريد أن نستثمر مواسم الفرح ونأخذ بالفرحة على أوسع مدى على أعلى مستوى افرحوا يجب أن يفرح الناس يجب أن يسعد الناس لأن الحياة كلها مشكلات الحياة كلها ابتلاءات والله تعالى خلقنا في هذه الدنيا للابتلاء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل فلابد أن نحن نأخذ استراحات وهذه المواسم من فضل الله تعالى علينا على النفس الإنسانية على الصحة النفسية على السلامة الروحية جعل الله لنا هذه المواسم لكي نستجم في صحراء هذه الحياة ونتحدى ما يقابلنا فيها من اعتراضات من ابتلاءات من معطلات ومعلقلات بهذا الفرح على مستوى الفرد وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى المجتمع كله في نفس هذه المواسم بقي نقطة هذا بجانب الفرحة بقي نقطة مهمة يعني لم نتحدث عنها نريد أن نعرف منك دكتور وصفي كيف تتجسد مظاهر ومعالم الوحدة الوجدانية والوحدة العضوية بين المسلمين على امتداد العالم الإسلامي في هذه المناسبة ونحن في هذه اللحظات الطيبة من عيد الفطر السعيد هناك فرائض إسلامية يتوحد فيها الزمان مثل شهر رمضان شهر رمضان الناس بتصوم في البداية صح تتكون هناك فروق يوم أو التين بين بعض البلاد لكن في النهاية هناك يعني مقاربة لأن الناس يصوم يمسكون في وقت واحد ويفترون في وقت واحد وحتى صلاة العيد مع اختلاف طبعا التوقيتات لكن هناك هيئة معينة هناك طريقة معينة تؤدى بها الشعائر هناك خطبة هناك صلاة هناك تهنئة هناك كذا فتشعر بأن المسلمين جميعا في كل بقاع الأرض على قلب رجل واحد اتحاد الزمان وهناك فرائد يتحد فيها المكان والزمان والإنسان مثل فريضة الحج لا توجد فريضة يكتمح فيها الزمان والإنسان والمكان سوى فريضة الحج الله تعالى صلاة الجماعة بشكل واحد بهيئة واحدة بأركان بفرائض بسنن واحدة عندنا القرآن الكريم مصدر وحدة عندنا صلوات الجماعة بتؤدى عندنا صيام رمضان عندنا فريضة الحج عندنا العمرة كل هذا الله تعالى يريد أن يوصل إلينا معنا معين وهو أنكم أيها الأمة يجب أن تكونوا أمة واحدة يجب أن تكونوا يدا واحدة مجتمعا قويا متماسكا راسخا والأمة لا نجات لها ولا عزة لها ولا تمكين لها إلا باتباع هذا الشرع لأن هذه الأمة لن تتوحد إلا بهذا الشرع وبهذا الشرع فقط ستكون الوحدة وسيكون التماسك وسيكون قوة النسيق الاجتماعي في المجتمع والسلامة النفسية والصحة البدنية وكل شيء على كل مستوى هو يكمن في هذا الشرع الشريف لأن الله أنزل هذا الشرع لتحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخر بدقيقتين أتركهما لك حرتين الحديث في موضوع الحلقة أنا أناشد كل مسلم ومسلمة أن يفرحوا من قلوبهم في هذا العيد هذا العيد هو عيد فرح عيد الفطر وعيد الأطحى وكل مناسبة نطيع الله فيها فهي يوم فرح المسلم والله العظيم المسلم يفرح بالطاعة المسلم الحقيقي يفرح بالطاعة ويحزن للمعصية حتى لو عصى الله تعالى وفرح وهو متلبس بالمعصية سيكون فرحا مؤقتا وبعد الانتهاء من هذه المعصية سيشعر بالضيق النفسي بالألم القلبي سيشعر بتأنيب الضمير النفس اللوامة تعمل عملها لكن الطاعة الحقيقية حينما يكون الإنسان في طاعة هذا هو الفرح الحقيقي هذا هي الراحة النفسية الحقيقية ولن يكون فرحنا الحقيقي إلا بفضل الله وبرحمته وخير ختام لهذه الحلقة قول الله تعالى الذي ذكرناه في هذه الحلقة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون لا فضفوك أشكرك شكرا جزيلا دكتور وصفي مشاهدين الكرام ختاما أشكر ضيفي الكريم دكتور وصفي عشور أبو زيد أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية شكر الله لكم حسن المتابعة دمتم في حراسة الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر